طبعا احنا خلاص دخلنا على الايام الاخيرة لأضخم مهرجان ترفيهي وثقافي وفني في الشرق الاوسط لكن خلال الايام دي احنا لسه مستنيين فعليات كتيرة مبهرة وجميلة كالعادة طبعا فعليات مهرجان العالمين الجديدة واللي قدم على مدى ايامه كلها مجموعة واسعة ومتنوعة من الفعليات الثقافية والفنية والرياضية مهرجان العالمين الجديدة ما فيش شك حدث كبير بيتضمن العديد من المهرجانات الفرعية كده زي ما بنقول بتغطي طبعا كافة المجالات مع عروض جوية مميزة على مستوى عالمي العروض الجوية المنتظرة هيكون لها نصيب كبير من الابهار الى جانب طبعا ان يوم الجمعة حفل ختام في كل مناطق المدينة يوم الجمعة هيكون في حفل استثنائي طبعا زي ما حضراتكم عارفين للفنان ويجز ده حفل متوقع ليه حضور جماهير كبير جدا وحماسي من كل عشاء ويجز وطبعا خلال الحفلة هيتم تقديم العديد من المفاجآت عشان كده كل اللي مراحش العالمين من الممكن هو يروح الايام الجاية طبعا المسافة من القاهرة طبعا مفيش ساعتين ساعتين ونص الحد العالمين ودي من الحاجات طبعا اللي بتخلي فيه فرصة لزيارة المدينة بتخلي فيه فرصة سهلة لكل الناس كمان الاستعدادات بتقول ان احنا طبعا مستنيين حاجة كبيرة جدا وحاجة ضخمة من اكبر واروع العروض والحفلات خلال اليومين الجاية من العروض طبعا الجاية زي ما قلنا هتكون مناسبة لكل الناس اللي بتحب المغامرة والإثارة وده يخلي المهرجان فرصة عظيمة للاستمتاع بيوم كامل مع العيلة فيه أجواء مبهجة المهرجان بيثبت ان المدينة دي مش بس مكان سياحي لكن كمان مركز للترفيه والثقافة واحنا كعادتنا في صباح الخير يا مصر كل يوم بيكون معانا متابعة لأبرز الأنشطة والفعليات مرة تانية بنصبح على حضراتك وأهلا بيك وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر